تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة اجتمعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم وأصبحكم الله بالخير والنور والعافية ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام معبر أثير إذاعتكم المتألقة والمتميزة إذاعة نور دبي أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد من هيئة الصحة بدبي وفي التنسيق والمتابعة ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد صبحكم الله بالخير والنور والعافية وأيضا مستمعين الأعزاء ومن خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم ونرحب بملاحظاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 ومستمعين العزاء وقبل ناخذ فقرات برنامجنا لهذا اليوم نحب أن نذكركم بخصوص موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية بخصوص فيروس كورونا وعلينا جميعا الحقيقة الالتزام بهذه الإجراءات وأيضا نذكر بخصوص موضوع الإجراءات الاحترازية والوقائية والسياسات اللازمة في هذا الموضوع وذلك للحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع وأيضا الأخذ بالاعتبار على موضوع المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين ولبس الكمامة وغسل اليدين بشكل مستمر أما بخصوص موضوع خبرنا لهذا اليوم ألمانيا توافق على ثالث تجربة بشرية للقاح مرشح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 حازت شركة بايولوجيكا الألمانية للتكنولوجيا الحيوية على موافقة هيئة تنظيم اللقاحات الألمانية لتصبح ثالث شركة ألمانية تطلق تجارب بشرية للقاح تجربتي لفيروس كورونا في البلاد وستجري تجربة اللقاح التي تم تطويرها بالتعاون مع المركز الألماني للأبحاث على ثلاثين مشاركا تتراوح عمارهم بين 18 إلى 55 عاما وسيحصلون على لقاحين كل أربعة أسابيع وأيضا من المقرر إجراء تجربة أكبر للمرحلة الثانية والتي ستشمل متطوعين كبار السن في نهاية هذا العام إذ أظهرت نتائج دراسة المرحلة المبكرة أن اللقاح آمن وينتج استجابة مناعية وأيضا لدينا مستمعين الأعزاء هذا الخبر علماء يكشفون لماذا نحتاج إلى النوم اكتشف فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تغييرا جذريا في الغرض من النوم والذي يحدث عندما يبلغ البشر ما يقرب من عامين ونصف العام من العمر ويتحولون أيضا من النمو السريع إلى وظيفة دائمة للتحكم في الضرر وقبل هذا الحدث ينمو الدماغ بشكل كبير وسريع مستفيدا من نوم حركة العين السريعة لبناء وتقوية نقاط الاشتباك العصبي وهي الروابط بين الخلايا العصبية في أدمغتنا حيث يتعلم الأطفال أيضا وبمعدل غير عادي وبمجرد تجاوز عتبة السنتين ونصف العام يقول الباحثون أن الوظيفة الأساسية للنوم تتحول بشكل دائم إلى وظيفة الصيانة والإصلاح وأما الآن مستمعين العزاء ومثل ما عودناكم بأن أول فقرة من فقرات برنامج صحة وسعادة هي مستجدات السوشال ميديا وأهم التداول فيها سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو على صفحات ذات العلاقة في الشؤون الصحية معنا مستمعين الأعزاء لأخذ أسماء الجناحي أسماء صباح الخير صبحكم الله بالنور والسرور وخير عبد الله عليكم على كل المستمعين إذاعة نور دبي يا صباح النور وصباح السعادة أستاذ أسماء نمتب أول التغريدات اللي كان عليها تفاعل كثير يوم أنس وهو كان في وسم اليوم العالمي للمعلم لقرات تغريدة كانت لصاحب يسمه شيخ محمد بن راشد قال مكتوم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معلما أهم وظيفة لأي أب أن يكون معلما القائد الحقيقي لا يكون قائدا إلا إذا كان معلما الأمة درسة لأنها أرق وأنبل أعظم معلمة المعلم الشرف وظيفة عرفها البشر هذه كانت تغريدة وكان عليها الكثير من التفاعل كانت في وسم اليوم العالمي للمعلم ونحب نوجه هذه الرسالة لكل المعلمين حتى أيضا في القطاع الصحي ولمدرسين وطباء المعلمين وطباء الليدرسهم في الجامعات نتمنى لهم كل التوفيق أيضا من ضمن الأشياء المعروفة شهر أكتوبر هو اليوم العالم الصحة النفسية وسبوع الصحة النفسية اليوم العالمي صادف ثريف حجرة لكن غالبا العالم كله يتكلم عن الصحة النفسية طول شهر أكتوبر فكان في تغريدة معالي شم المذوعين الصحة النفسية مكون أساسي في بنية المجتمع والشباب دور أساسي في تعزيزها أيضا فيه كثير من المبادرات اللي طلعت في هذه الخطرة من المبادرات الصحية المتعلقة بالصحة النفسية مبادرة مركز الشباب العربي واللي راح يشوفونها فيه قنوات الواصل الاجتماعي ومع المجموعات الصحية الثانية أيضا منظمة الصحة العالمية بدأت تنشر مشارات التثقيفية حول الاسترس والتوتر حتى في خلال جائحة كورونا ونحب دائما نأكد أنه دائما لازم نحن نهتم في صحتنا النفسية مبس خلال جائحة كورونات حتى غير جائحة كورونات دائما التوتر والقلق يخلينا نحن ما نشوف الأشياء الصحة وأحيانا ممكن نصرف طرفات خاطئة بس لأننا نحن خايفين أو متوترين أو نعاني من القلق فدائما نحاول نحن نريح نفسنا شوية ونعرف أن هالأشياء كلها راح تزول ودائما نحن بيقع أن الكثير من النشارات خلال هذا الشهائر ونتمنى من جميع أن يتابع حسابات هيئة الصحة بدبي أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها في هيئة الصحة بدبي هو كيف ممكن أطفالنا يحمون نفسهم وزملائهم في المدرسة خلال جائحة كورونا دائما نحاول نعلم عيالنا أن آداب العطف والسعال جدا مهمة ممكن أشخاص يقولون لو أحد يعطف ولا يزشم ولا لكن حتى لو ما عنده أي أعراض مرضية إلا لو أحد يعطف يعني إلا هي عيم ولا بيتحب فدائما نحن نحن نعلم عيالنا لو نعلمهم حتى آداب العطف ولا والسعال حتى لو في البيت لأن يعني ما يتعلمون في البيت وما يطلعون نستيو خلاص يعني متعودين على هاي الطريقة للعطف أو السعال فهي أيضا من نصاح أننا كنا نحاقينها ونأكد عليها في حسابات القنوات التواصل الاجتماعي تقريبا هاي الأهم الأشياء التي كانت من الدولة في قنوات التواصل الاجتماعي وأيضا في حسابات الهيئة وإن شاء الله نستلمهم يتابعون نحن دايما نحط المعلومات الطبية لهم لتساعدهم في التعايش مع فيروس كورونا وأيضا الأمراض الصحية الثانية في حساباتنا في غنوات كل من انستغرام فيسبوك وتووتر وسناب شات وفريسكوب وأيضا موجودين على اليوتيوب فقم ما أختم أحب أقول للجميع لا تنسوا إجاءاتكم الاحترازية أهم شيء التباعد وأيضا لبس الكمامات ودمتم بصحة وسعادة دمتي بصحة وسعادة الأستاذ أسماء الجناحي شكرا لك مستمعين الأعزاء فقرتنا الثانية اللي دائما نتحدث عنها عن المصطلحات الطبية وبعد الفاصل بيكون عندنا اليوم مصطلح طبي التراغومة فنتكلم أكثر عن هذا المصطلح الطبي ولكن بعد الفاصل خلكم يانا إن شاء الله فاصل وراجعين صحة وسعادة مستمعين الأعزاء مرحبا بكم وسهل رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي نذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS-4006 ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل بأن لدينا فقرة المصطلحات الطبية واليوم مع التراغومة التراغومة هو مرض يصيب العين بسبب عدوى بكتيريا وأيضا من المعروف أنها مشكلة صحية عامة في 41 بلدا تقريبا وهي مسؤولة عن العمى أو ضعف البصر لنحو 1.9 مليون شخص في العالم أيضا العمى من التراغومة لا رجعت فيه كما تقول منظمة الصحة العالمية وأيضا تنشر العدوى بالاتصال الشخصي عن طريق اليدين أو الملابس أو أيضا الفراش وأيضا على اتصال مع إفرازات من عيون أو أنف شخص مصعب مستمعين العزاء وردتنا ملاحظة من برنامج البث المباشر بخصوص موضوع تطعيم الإنفلونزا وتم التواصل قبل قليل مع إدارة الصيدلة بهيئة الصحة بدبي وتم إبلاغنا بأن التطعيم متوفر في هيئة الصحة بدبي والآن يتم العمل على توزيع التطعيمات للمراكز الصحية الأولية ويتم العمل على ذلك خلال إن شاء الله التطعيم خلال أي أيام القليلة القادمة أما الآن مستمعين الأعزاء وفقرتنا الإجراءات الاحترازية لطلبة المدارس مع الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي تعتمد هيئة الصحة بدبي ضمن ما تتخذه من إجراءات شاملة لمواجهة ومكافحة كوفيد-19 على منظومتها الوقائية والبرامج التوعوية والتثقيفية والإرشادات الخاصة بالتدابير الاحترازية وهي تستهدف من ذلك جميع أفراد المجتمع ومن بينهم طلبة المدارس ومستمعين الأعزاء للحديث عن هذه الإجراءات وعن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بالطلبة يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي دكتورة هند صبحت الله بالخير والنور والعافية صباح الخير أستاذ عبدالله صباح الخير لجميع المستمعين يا صباح النور دكتورة وطبعاً نحن ما زلنا في موضوع الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية بخصوص موضوع فيروس كورونا دكتورة لو تحدثينا نبدأ للتذكير بشكل سريع عن طرق انتقال فيروس كورونا باختصار نحن كلنا صنع نعرف أن طريقة انتقال فيروس كورونا هي عن طريق الرذاب الملوث الذي ينتج عن العطاس أو السعال فهذا هي طريقة انتقال الفيروس ممكن هذا الرذاب يسافر لمسافة معينة ويستقر على الأسطح فأيضاً الأسطح الملوثة قد تكون إحدى أسباب انتقال فيروس كورونا نعم دكتورة هناك الكثير من الإجراءات الوقائية بخصوص موضوع فيروس كورونا لو تحدثينا دكتورة يعني اختصت طبعاً هيئة الصحة بدبي طلبت المدارس خلال هاي المرحلة بأدلة والكثير من البرامج التوعوية والأرشادات ونشرات أيضاً توعية مختلفة بخصوص هذا الموضوع لو تحدثينا عن هاي الإجراءات دكتورة وعن القواعد أيضاً للوقاية السليمة من كوفيد 19 طبعاً في عدة نقاط لازم احنا نحاول انغطيها قدر الاستطاع اللي هي النقطة الأولى والأهم أن أولياء الأمور يجب أن يكونون على وعي بالوضع الاستثنائي لهذه السنة الدراسية ويقع على عاتقهم مسؤولية توعية أو أبنائهم بهذه السنة وبهذه الإجراءات فلذلك لازم يهيئون أبطالهم نفسياً لهذه السنة ويتحدثون إليهم يحاورونهم إذا كانت عندهم أي مخاوف يكونون داعين لهم ومستمعين إليهم ويحدثونهم عن فيروس كورونا وما هو فيروس كورونا وطرق الانتقال وطرق الوقاية وما إلى ذلك وأيضاً يجب عليهم أن يهيئوا هذا الطفل الجسدية لأننا كنا نعرف أن المناعة تلعب دور حاسم في الحماية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لذلك يجب عليهم أن يحرصوا على تناولهم بكميات كافية من الفواكه والخضروات يتجنبون الأغذية المليئة بالسكريات والدهون الغير مشبعة إلى ذلك يجب أن يخصصوا لهم وقت كافي من النوم لأن مثل ما نعرف أن النوم والاسترخاء وراحة الجسد لها دور فاعل فعال في زيادة مناعة هذا الطفل وأيضاً هناك أنا أقدر أختصر ثلاثة أشياء رئيسية يجب على أولياء الأمور يثقفون أبطالهم فيها أولاً يجب أن تكون لديهم المعرفة الكافية عن ما هو كوفيد ما هي أعراضه طرق انتشاره كيف يمكنه أن يحمي نفسه والآخرين من هذا المرض إلى جانب يجب أن يحرص على توفير الأدوات الكافية ويوفر عدد السلام لطفله مثل المعقم من اليدين كمية كافية من الكمامات المناديل وأيضاً يجب أن يوعونهم بالطريقة الصحيحة للاستخدام هذا الكمام الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا الكمام يشرحوا لهم ليش هو مهم أنهم يرتدون هذا الكمام ليش هو مهم أنهم يحافظون على نظافة يديهم شوي الطريقة الصحيحة بعد في حفاظهم على نظافة اليدين وأيضاً يجب أن يذكرونهم بأهم الممارسات التي يجب أن يمارسونها أثناء تواجدهم في المدرسة اللي هي غسل يديهم ابقاء مسافة كافية بينهم وبين زملائهم عداب العطاس والسعال الطريقة الصحيحة الطريقة الصحيحة للعطس والسعال يجب أن لا يعطس مباشرة في الهواء بل يجب أن يستخدم المنجيل أو باطن الكوع وما إلى ذلك صحيح هذه الأشياء جداً مهمة على أولياء الأمور وعون فيها أبطانهم وأيضاً إذا كان الطفل في عمر مناسب يجب أيضاً أن يكون هو على علم بهذه الأشياء ولازم بعد نذكرهم أن ضرورة تعقيم أغراضهم الشخصية ضرورة عدم مشاركتهم لهذه الأغراض الشخصية مع زملائهم هذه الإجراءات لازم الطفل يعرفها سواء كان في عمر مناسب أنه يتقف نفسه فيها أو إذا كان في عمر أقل شوي أولياء الأمور يجب أن يأخذون هذه المسؤولية في تسقيف أطفالهم فيها طبعاً هناك ممارسات يجب أن تكون أثناء تواجدهم في الحرم المدرسي من الممارسات التي يجب أن يلتزمون فيها إذا كانوا يستخدمون وسائل النقل العام أقصد بها النقل العام الحافلة المدرسية يجب أن يحافظون على مسافة كافية بينهم وبين زملائهم في هذه الحافلة يجب أيضاً أن يلتزمون بارتداءهم للكمام طوال فترة تواجدهم في هذه الحافلة وأيضاً هناك نصائح ننصحهم فيها أثناء تواجدهم في الصف المسافة الكافية عدم تبادل الأدوات الشخصية عدم توادل الأقلام الدفاتر وما إلى ذلك عدم تبادل الأغذية التي يحضرونها معهم في المدرسة هذه أيضاً جداً مهمة أن ننوهم أن كل شخص يكون لوجبتها الخاصة لا يشاركها مع الآخرين يذكر نفسه طوال الوقت أن يحافظ على مسافة كافية بينهم نحن نعرف أن هذا الشيء يمكن يكون صعب على الأطفال لكن نحن نحاول نشرح لهم ليش هذا الشيء مهم جداً ليش لازم هما يلتزمون بهذه الإجراءات أنا دائماً أذكر وأعيد وأزيد أن الثقافة جداً مهمة والتوعية أيضاً جداً مهمة إذا الطفل شرحناه بطريقة مناسبة ليش هو لازم يسوي هذه الأشياء بطبيعة الحال سوف يلتزم بها بطريقة أفضل أستاذ عبدالله صحيح دكتورة عندنا بس ملاحظة عن طريق الرسائل النصية أحد المستمعين يقول الاحترازات يعني يقصد الإجراءات الاحترازية والوقائية نطبقها خارج البيت ولكن لا نطبقها داخل البيت ويبغي تفسير لهذا الموضوع وأنا أذكر دكتورة أنت شخصياً يعني من خلال الحلقات السابقة تكلمنا عن الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية لا بد أن الإنسان يكون على علم فيها يعني قبل لا يطلع من البيت شو الأشياء اللي ممكن يأخذها بعين الاعتبار إذا طلع مشوار ورجع مرة ثانية للبيت أيضاً هناك إجراءات لا بدنا يتخذها فلو الذكرين دكتورة مستمعين الأعزاء بهذا الموضوع طبعاً الإجراءات الاحترازية هي لداخل المنزل وخارج المنزل هذه الإجراءات لازم حتى وإحنا متواجدين في المنزل وخصوصاً إذا قمنا بزيارة أقاربنا من الدرجة الأولى إحنا لازم نذكر نفسنا أن فيروس كورونا ما زال موجود وإحنا لازم ناخذ هذه الإجراءات الاحترازية وخصوصاً مع كبار السن مع أصحاب الأمراض المزمنة إحنا لازم دائماً نحافظ على مسافة كافية فيما بيننا وبينهم نحافظ على نظافة يدينا إذا كان شخص عند أي أعراض تنفسية أو حما الأفضل يعني الأفضل أنه يلتزم منزله ما يطلع من المنزل إذا كانت عند هذه الأعراض يتأكد إذا هذه الأعراض كانت أعراض عادية أو أعراض يشتبه بإصابته بكوفيد هذه بعد لازم يتأكد منها وخصوصاً إذا كان مخالف لشخص عند تأكدت إصابته بكوفيد بعد المهم جداً أنك أنت ترتدي كمامك بطريقة صحيحة لما أنت تخرج من المنزل تتأكد أنك أنت عندك كمية كافية من الكمامات الكثير يأخذ كمامة وحدة وما يأخذ معاه كمية كافية إحنا نتأكد سبحان الله يمكن هذا الكمام يتبلل يتمزق فإحنا نتأكد أنه دائماً عندنا كمام احطياطي معاقمات كافية وما ننسى دائماً أن الإجراءات الوقائية هذه طوال الوقت وطبعاً لما نرجع للمنزل لازم نتأكد أن حذاءنا نحطه في مكان معين نحن نفضل أن نعقم هذا الحذاء الكمام اللي كنا لابسينا نتخلص منه بطريقة صحيحة في المكان الصحيح إذا كانت عندنا أدواتنا الشخصية أو بعض المشتريات اللي اشتريناها نحطها في مكان معين عشان احنا نعقمها في وقت لاحق الملابس اللي احنا كنا مرتدينها احنا نفضل أن احنا نحطها في سلة الغسيل للغسيل إلى جانب يا أنه احنا نستحم أو على الأقل نغسل الأماكن اللي كانت مكشوفة من جسمنا وبعدين احنا هنا بعد ما نتأكد أنه احنا قمنا بكل هذه الإجراءات بعدين احنا نقدر نقضي وقت ممتع مع أفراد العائلة المتواجدين في المنزل صحيح الوعي الكافي والمعرفة الكافية ان شاء الله رح نقدر نتجاوز هذه الجارحة دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي الحقيقة يعني جهود كبيرة كل الشكر والتقدير لكم على جهودكم الكبيرة في موضوع توعية تفراد المجتمع عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا شكرا لك دكتورة لا شكرا لك مستمعين الأعزاء بناخذ معاكم فاصل وبعد الفاصل عندنا موضوع الغذاء الصحي للوقاية من سرطان الثدي مع أخصائية التغذية الاستاذة علي الدخان والكثية في هذا الموضوع فاصل وراجعين صحة وسعادة مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء باتصالاتكم واقتراحاتكم على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعبر الرسائل النصية القصيرة سمس أربعة صفر صفر ستة ونأخذ فقرتنا الثانية فقرة الغذاء الصحي للوقاية من سرطان الثدي من الأمراض الصعبة والمزمنة التي تصيب المرأة يأتي سرطان الثدي الذي يمتد أثره الاجتماعي والنفسي ومشاكله إلى جميع أفراد الأسرة لكن يظل عامل الوقاية هو الأهم والتغذية السليمة للحماية من هذا المرض أيضا متوفر ومتاح وهذا وبالتحديد ما سنتحدث عنه مع الأستاذة عليا دخان خصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي أستاذة عليا صبحت الله بالخير والنور والعافية صباح النور اليوم طبعا موضوعنا مهم خاصة أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية بمرأة سرطان الثدي نعم فتبدأ الله بنناقش كيف الأطعمة ممكن يكون الغذاء جزء أساسي للوقاية من مرض سرطان الثدي طبعا الفرطان الثدي لا له أتباب مختلفة ممكن يكون عامل وراثي في عوامل مختلفة للإصابة في مرض سرطان الثدي ولكن نركب على العوامل التي ممكن نحن نتحكم فيها ونقدر نتجلبها أول شيء الوزن الزايد أو السنة تعتبر أيضا من عوامل الخطورة زيادة الرزق أو العامل الخطورة للإصابة في سرطان الثدي فدائما ننصح للمحافظة على وزن صحي وما يتجاوز الوزن المثالي أيضا في دراسات بيينت حتى زيادة بعشرة بالمئة في دراسات أخرى حتى وصلت لأربعين بالمئة زيادة الوزن أن الوزن المثالي قد تزيد العرضة بالإصابة به سرطان الثدي فدائما ننصح بمحافظة على الوزن قدراء المستطاع على الوزن يكون قريب من الوزن الصحي أو الوزن الفيتالي أيضا عندنا الرياضة طبعا الكثل والخمول من العوامل التي تسبب عندنا زيادة في العرضة فدائما ننصح بالرياضة على الأقل المارس ما يعادل الأربع ساعات أسبوعيا نقدر نقسمها على مدار الأسبوع من النشاط البدني مثل الرياضة العائلة الخفيفة والمشي بالنسبة للغذاء الركز فيه أكثر طبعا تراول الوجبات الأغذية التي تكون أغلبها من مصادر نباتية هذه أغلب الدراسات تنصح فيها من بنظام غذائي بحث ولكن الأغلب فيه يكون من مصادر نباتية بمراعاة أننا نقلل اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة خاصة أيضا النظام الغذائي لازم يستطيع أن يكون عالي بالألياف وعالي بمضادات الأكسدة طبعا الأكسدة في الجسم هي كيف تشتغل هي عامل تفرع ليكون يؤدي إلى تلف الخلايا هذه يزيد طبعا لدينا الخطورة فمضادات الأكسدة غنية جدا ومتوسرة بشكل كثرة في الخضار وفي الفواكب ممكن نعطي بعض الأمثلة مثل عندنا مجموعة القرنبيط المنفوف والبروكلي هذه المجموعة من الخضار غنية بمادة مادة الفايتو كيميكلز هذه بعد تحارب أو تقي أيضا من المواد السرطانية عندنا الثوم والبصل أيضا في مركبات تعطينا وقاية وحماية عندنا البيتامين سي كمصدر أساسي لمضادات الأكسدة والبيتامين سي يعني متوفر في فوايد من الخضار والفواكب مثل الحمضيات مثل الفلفل البارد الكيوي عندنا وايد فواكب خضار غنية فيهم نسبة الفايتامين سي ومضادات الأكسدة عالية بنحرص أن هاي الأكلات نخليها ضمن واجباتنا اليومية أيضا عندنا الشاي الشاي الأخضر أو الشاي الأحمر بعد يحتوي على الفينولز أو الفلفانويد هذه المواد الكيميائية بعد طبيعية في الشاي بعد استاعد على حماية الجسم عندنا الطماطم خاصة مادة اللايكوبيين اللي موجودة في الطماطم تكون فعالة أكثر مع الطضخ بعد ننصح باستهلاكها أكثر وأيضا عندنا الجزر أو عصير الجزر ممكن ناخذها كعصير أيضا متوفر فيه بنسبة كبيرة مادة البيتا كاروتين وأيضا تعطينا حماية خاصة لسرطان استدي فهي بعض الأكلات اللي نحاول نضيفها على نظامنا الغذائي كعوامل حماية نعم أيضا أستاذ علي دخان هناك بعض الأكلات السليمة اللي يعني ينصح بخبراء التغذية لحماية المرأة من سرطان الثدي وأيضا هناك بعض الأشياء أنه يمكن أن المرأة تتجنب من هذه الأكلات لو تحتينا في هذا الموضوع بشكل سريع نحاول دائما نقلل استهلاك الدهون المشبعة دائما الدهون المشبعة تأثر علينا بشكل سلبي فنستبدلها بالدهون الصحية اللي مثل الزيت والزيوت اللباتية نبتعد عن الأشياء المقلية خاصة تكرار استخدام الزيت نفسه ممكن يكون مواد مصرطنة أيضا الشوي أو التدخين اللحم اللي يكون عندنا طبقة الحرق على اللحم ليس بس شوي العادي هذه بعض من المواد اللي تكون ضارة نحاول نبتعد عنها السكر هو عدو عدو للجسم وصديق للسبراطانات فالسكر الأذيب أو الأكلات اللي هي الحلويات المشروبات الغازية اللي فيها نسب كبيرة من السكر نحاول أيضا الابتعاد عنها أو التقليل استهلاك قدر المستطاع لأن السكر ما في قيمة غذائية وفي نفس الوقت ممكن يرفع لنا معدلات الإنسولين في الجسم ويرفع لنا الوزن وهي كلها عوام الخطورة أيضا للإصابة بمرض السرطان فالسكر الطبيعي طبعا من الأكل مثل الفواكه الموجود في السكر الحليب مثل العزل هاي أشياء مفادرة طبيعية ما تظرنا وليسوا يستخدمها كمصدر طاقة أما السكر الأبيض خاصة والدهون المقلية واللحوم المصنعة هاي من الأمور الأساسية اللي نحاول نستعد عنها قدر المستطاع صحيح الأستاذة عليا الدخان اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي كل الشكر والتقدير لك اللعفو مستمعين الأعزاء مثل ما ذكرت خصائية التغذية بأن الالتزام بالوجبات الغذائية المعتدلة والمتوازنة ضرورية جدا وبعد ومن فقرة الغذاء الصحي للوقاية من سرطان الثدي إلى التقنيات والحلول الذكية في هيئة الصحة بدبي دائما هيئة الصحة بدبي تسعى إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة وإلى مستقبل صحة أفضل وهي تؤمن أن ذلك يبدأ بخدمات طبية عالية الجودة تفوق توقعات متعاملين هيئة الصحة بدبي وتجدد حياة المرضى وتدرك الهيئة في هذا الجانب أن التقنيات والحلول الذكية وسيلتها المهمة لرفع مستوى خدماتها وتحسين نظام الرعاية الصحية بوجه عام وللحديث مستمعين الأعزاء عن هذا الموضوع المهم معنا اليوم ويشرفنا الدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي دكتور محمد الرضا صبحت الله بالخير والنور والعافية بالنور والشرود الله يحييك دكتور محمد طبعا هيئة الصحة بدبي دائما وبشكل يعني مستمر هناك يعني تجديد وهناك دائما خدمات جديدة ودائما تطبيقات ودائما حلول ذكية مثل ما ذكرنا في بداية المقدمة تسعى دائما إلى سعادة متعاملينها وأيضا هناك دكتور محمد الرضا فريق المسرعات في هيئة الصحة بدبي الذي يعني يعمل جنبا بجنب إلى مسرعات يعني مع برنامج مسرعات دبي للمستقبل وأنت دكتور بشكل خاص يعني لك دور حيوي ومهم في هذا الموضوع لو تحدثنا بشكل سريع عن هذا الفريق وهذا التعاون المهم شكرا عبد الله على الاستضافة وأخبرك أن برنامج المسرعات أو مسرعات هيئة الصحة هو مثل ما ذكرت مناطق إلى مسرعات دبي المستقبل وهو أيضا جزء من مؤسسة دبي المستقبل تم إنشاء هذا البرنامج في سبتمبر 2016 بتوجهات حكومية سامية بحيث أن الهيئة أو حتى الهيئات الحكومية الأخرى تكون مواكبة لمتسرعات ومتغيرات التقنيات الحديثة التي في العالم كانت توجه لنا التقنيات الحديثة يجب أن تكون متواجدة في إمارة دبي بشكل سريع وشكل آني طبعا كانت هناك تحديات كبيرة للقوانين، التشريعات، التنظيمات هذه الأمور كلها نحن شكلت للماذا يقول عاق ولكن كانت تحدي ولكن للهيئات الحكومية كلها تجاوبت والأمور القانونية والشؤون القانونية أيضا واكبة هذه التغييرات مثل ما تعرف التقنيات هذه دائما سير الجدل طيب نحن كنا نعمل بهذه الطريقة والآن نعمل بطريقة أخرى هذه الطريقة الأخرى محتاجة إلى فن وقوانين وتشريعات وأنظمة من حيث أن نحن أيضا ما نكون خارج القانون نكون مواقبين مع القانون أيضا مواقب إلى التغييرات هذه ونحن أيضا ما نكون في المحضور فدائما يقول لك الابتكارات هذه أو الانوفيشن تكون مش قانونية مية بالمية ولكن تكون يعني محفزة لإنشاء قوانين وأنظمة وتشريعات جديدة وهذا الشيء اللي شفنا والتماشنا في الحكومة تبيننا الأخوان كلهم كانوا متجاوبين مع هذا الشيء فهذا كان يمكن من أهم الأشياء اللي واجهناها من 2016 ولفهم بالله الآن نحن في 2020 بنوصل إلى الدورة الثامنة أو التاسعة حتى حاليا قيد الأعداد لاستقباب الشركات الناشئة دائما نتعامل مع الشركات الحديثة الناشئة اللي هي عندها ابتكارات وتقدر تمشي معاك بسرعة أكبر طبعا في شركات كبيرة دخلت بيانا في كلا دورة شركات كبيرة لها سامي رنانا ولكن لما تشوف الضمتها تشوف أن حتهم عندهم نوع من الحوكمة اللي يتمنعهم أنهم يتحركون ويأتي طريقة شريعة نحن نشوف الأثنين نشوف الشركات الصغيرة الناشئة ونشوف الشركات كبيرة والمتطورة ونأخذ الأفضل دائما بهيئة الصحة والأفضل دائما لخدمة أطباءنا لأنهم يخدمون مرضانا في ناحية نعم أيضا دكتور محمد مثل ما ذكرت بأن الهيئة مهتمة جدا بشكل كبير في موضوع التقنيات الحديثة وأيضا في موضوع مسرعات المستقبل أكيد دكتور هناك أنتم تعملون مع فريق عملكم بمعايير وأشتراطات مثل ما ذكرت دكتور محمد ما هي المعايير التي تم تحديدها في موضوع الاستحواذ على هذه التقنيات لهيئة الصحة في دبي والأشوف من أهم المعايير اللي يجب أننا ننظر فيها هي معايير الأفكال الصناعي اليوم أنا عندي حوكمة معينة تحكم الموظف إذا هو بيبت في أمر أو بينظر في أمر طيبات شريعة هذا للموظف كم الاستبداله أو كم استبدال الجب دي سكرمشن ماله المورة الوظيفية بذكاء الاصطناعي ما هي الحكمة التي يجب أن نضعها؟ ما هي القوانين التي يجب أن نصنعها؟ فهذه من تحديات الإيمان لنا ومثل ما ذكرت أن حتة مثلا دائرة دبي الذكية شغالين على هذه القوانين شغالين على هذه التشريعات بحيث أننا لا نقر روشنا ونغرد خارج النص بحيث أننا نمشي كمنظومة متكاملة لحكومة دبي لأن القوانين يستفيد سواء قانون تم سنة أو تشريع تم وضع في هيئة الصحة في دبي يمكن يستفيدون مننا في الهيئات أو المشارات الثانية التابعة لحكومة دبي نعم دكتور محمد أيضا هيئة الصحة في دبي قطعت شوط كبير جدا في الاستفادة من مثل ما تفضلت دكتور التقنيات الحديثة والحلول الذكية ليس فقط في جانب الأمور الإدارية بل أيضا في الجراحات الكبرى العمليات والعمليات الدقيقة دكتور لو تكلمنا في هذا الجانب يعني كيف ساعدت هاي التقنيات في هذا الجانب بأذكر لك أحد الأمثلة مع الدكتور بلالي يفاوي اللي هو جراح الأظام استشاري جراحة الأظام في مستشفى راشد نعم الدكتور كان عنده تحدي معين في وضعية العملية أثناء الجراحة بحيث أنه يكون واصل إلى دقة 100% في جراحات الأظام شفنا أحد التقنيات اللي يسموها النافيكيشن شفنا أن هاي من التقنيات اللي بتساعده من بس أنه يوصل لدقة 100% ولكن أيضاً بينجز الوقت العملية بنسبة كبيرة فتم الاتفاق مع الدكتور بلالي أن هذه التقنية بيتم الاستخواذ عليها بنجربها بنشوف مدى قابلية اختامها مدى قابلية دمجها مع أنظمتنا الحالية في حيات الصحة لأنه مشتاجة توافق بين أنظمتنا وبين الجهاز الجديد أو التقنية الجديدة نتأكد أيضاً في المقام الأول أن هذا الجهاز يكون آمن بالاستخدام على المريض يعني نحن الأمور صحة المريض هي الأغلى عننا والمحافظة على صحة المريض وعمال المريض هي بالدرجة الأولى الفيصل عننا فإذا تأكدنا من هذه الأمور موجودة في هذه التقنية يتم الاستحواذ عليها يتم تدريب الكوادر البشرية عليها بالاتفاق مع دائماً نسميه الطبيب الرائد وهو يستحول على هذه التقنيات ويجربها ومثل ما تقول دائماً مواكب على الأمور التقنيات الحديثة لأنه يخدم مش فقط الهيئة يخدم مريضة النهاية في النهاية ترى المريض بتستوي له مضاعفات أقل بيتم يعني وقت الإقامة عنده في المستشفى بتكون أقل وأيضاً النتيجة بتكون أفضل والطبيب أيضاً بدل ما يسوي خمس أو ست عمليات في اليوم الآن ممكن يعمل ثمان إلى عشر عمليات والسبة هذه التقنية اللي قللت الوقت وقللت أيضاً الاستهلاق في غرفة العمليات صحيح دكتور محمد أيضاً الجميل في الموضوع نحن قبل فترة كنا يعني قرينا أو يعني حضرنا الحقيقة البث المباشر لإحدى العمليات الرئيسية من مستشفى راشد بحيئة الصحة بدبي إلى خارج يعني الإمارات إلى إلى فرنسا أنا ذكر وكان يعني استخدام هاي التقنيات الحديثة بحيث أنه يتم بث العمليات هاي بشكل مباشر يعني تهدف إلى أيضاً يعني تدريب الجهات الأخرى والمستشفيات الأخرى في العالم على يعني استخدام هيئة الصحة بدبي هاي التقنيات الحديثة مثل ما تفضل دكتور في عمليات قد تكون يعني نادرة أو قد تكون يعني دقيقة جداً صحيح عبد الله يعني سواء في المستشفى راشد أو المستشفيات الأفضل الحكومية في مرحب دبي أو حتى القطاع الخاص نعم اليوم ما شاء الله عليهم نشوفهم مواكبين للتقنيات الحديثة وهذه التقنيات دائماً الشركات تقول لنا نحن نجد في دبي ملاذ آمن لنا لاستخدامها صحيح التوجيهات سيدي سمو الشيخ حمدام بن كحمد براستر المكتوم ولي عبد دبي ورئيس المجلس التنفيذ الإمارة دبي أن نريد نعمل من دبي أكبر منصة لاستخدام هذه التقنيات الحديثة ودعمه سواء كان دعمه الشخصي صراحة اللي نحن نتمسناه وشفناه في مسرعات دبي المستقبل ودعم فريق عمله أيضاً لاحتضان هذه التقنيات في إمارة دبي جعلت من إمارة دبي ودولة الإمارات مثل ما قلت لك مدينة تستقل طب هذه التقنيات الحديثة وهذه الشركات لها خاصية معينة عبد الله لأنها تبغي من يدعمها أيضاً هي مبياية بس تعرضت تقنياتها هذه التقنيات الحديثة تبغي من يحتضنها تبغي من يجربها تبغي من يدعمها أيضاً عن طريق برنامج مسرعات دبي المستقبل قدرنا أن ندعم كثير من الشركات اللي هي موجودة حالياً عندنا في إمارة دبي قدرت تخطو إلى الخطوة الثانية في مراحلها التقدمية كشركة وكتقنية نعم دكتور محمد عندنا دقيقة ولكن أنا لازم أتكلم عن هذا الموضوع لأن هذا الموضوع الحقيقة جميل وخدمة الحقيقة جميلة ويعني لها استفادة كبيرة جداً لمتعامل هيئة الصحة بدبي ألا وهي تقنية ثلاثية الأبعاد نحن نعرف دكتور على السريع شو هي المجالات والتخصصات اللي تستخدمها هيئة الصحة بدبي عن تقنية ثلاثية الأبعاد وكيف يستفيد أيضاً المرضى مما تمتلك الهيئة من تقنيات حديثة وذكية في هذا الموضوع دكتور محمد عندك دقيقة فقط عبد الله يمكن منحب أن نظرم الموضوع ولكن إن شاء الله بناخر حلقات ثانية بس على السريع دكتور بإذن الله تقنية ثلاثية الأبعاد هي من تقنيات الحديثة أيضاً اللي شفناها وجغبناها في أحد الصحة بدبي وحالياً هي في يعني كما تقول في أنظمة هيئة صحة بدبي صحيح تم استخدامها للأطراف الاصطناعية تم استخدامها في الجراحات شوان كانت فيما قبل الجراحة لتثقيف المريض وتثقيف أهل المريض وضع الجراحة اللي بتستويلها أو نافيغيشن أيضاً خلال العملية بنسبة للجراحين وأيضاً يعني يبشر تم يعني إدخال المطبوعات اللي هي عن طريق الـ 3D printing إلى جسم المريض اليوم نحن كنا نؤمن بأن التايتينيوم هي مادة آمنة اللي إدخالها في جسم المريض ولكن إذا طبعناها عن طريق الطباع الثلاثية الأبعاد أصبحت يعني مش فقط آمنة آمنة ومطابقة 100% لجسم المريض فبالتالي الحمد لله صارت عندنا نسائج طيبة عن الطباع الثلاثية الأبعاد وهي تقنية ذات أبعاد بعيدة الصراحة صحيح صحيح مثل ما تقول تطبقها في كثير من الأشياء نعم وأيضا شوفنا في يعني المراحل السابقة أنه بعدتنا في كثير أشياء خلال فترة الجائحة اللي طباعة يعني الفيس ماسك أو نعم الكمامات اللي هي تقي النظر أيضا مش فقط الأنف أو يعني صار عندنا نحن نقص في هاي الأمور لكن قدرنا نحن نداركها بطريقة جميلة ووصل الأفضل لطباع الثلاثية الأبعاد دكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع بهيئة الصحة بدبي وحديثنا كان معاك عن التقنيات والحلول الذكية في هيئة الصحة بدبي دكتور حديثنا معاك شيء وثق تماما إن شاء الله بناخذ حلقة كاملة عن موضوع يعني التقنية الثلاثية أبعاد إن شاء الله في الحلقات القادمة شكرا دكتور شكرا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وإن شاء الله يعني الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة ومثل ما نقول نحن دائما إن هذا هو نهج هيئة الصحة بدبي لإيجاد مجتمع صحي وأيضا سعيد أحب أني أشكر فريق عملي المبدع اليوم في الإعداد لستاذ يوسف سعد وفي التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما أنا الأستاذ نمر محمد وتقبلوا تحياتي أنا عبدالله جمعة ودمتم في صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر